عن مباراة الأهل والنجم الساحلي وكيف رأى الإعلام هذه المباريات وكيف رأى تصدر الهلال والنجم في هذا التوقيت قبل مباراة الأهل والنجم الساحلي وأيضاً كمان رؤية الإعلام للحضور الجماهيري والمستجدات بالنسبة للسحر يدية خلال الفترة القادم فقرة الحوارية الثانية زي ما يقل اليوم سابت كلكم متعودين يكون معنا الكابتن شريف عبد المنعم كابتن النادي الأهل ونجم النادي الأهل السابق نتكلم معه أيضاً كمان برؤية فنية أكثر على مباراة الأهل والنجم الساحلي ورؤيته أيضاً كمان لفوز الهلال النهاردة على فريب بلاتينيوم في زمبابوي ونقدر نقول أن الهلال يمكن استطاع أن يحصد ست نقاط من خارج أرضه سواء في مباراة النجم الساحلي أو مباراة بلاتينيوم زمبابوي لكنه خسر من النادي الأهلي في المباراة اللي قيمت على استاذ السلام فبالتالي حسابات معقدة أرقام بالتأكيد فيها مدلولات كثيرة جداً في هذه المجموعة اللي البعض وصفها في البداية أنها سهلة لكن على عرض الواقع ومن خلال المباراة مجموعة متشبكة ومعقدة وتعادل الأهل مع بلاتينيوم هو من عقد هذه الأموم لكن في النهاية بنراهن على شخصية اللاعبين في المباراة القادماتين فبالتالي الفقرة التانية يكون معنا الكابتن شريف عن تكلم عن هذه المباراة وأيضاً كمان ذكرياته مع المباراة الحاسمة استطاع إزاي النادي الآن هو يقدر يحسمها ويتأهل سواء للأدوار التالية أو حتى الوصول المباراة نهية والفوز بالكؤوس الإفريقية في السنوات السابقة لكن قبل ما أدخل بقى في تفاصيل الحلقة وفقرات الحلقة النهاردة والفقرة الإخبارية المتعلقة بالجديد في الفترة الجاية عايز أبدأ بكلام لشخص عزيز علينا فقدناه خلال الساعات القليلة الماضية مهندس عماد محروس خليفة أحد مشجعي النادي الأهلي بل عمضة مشجعي النادي الأهلي في الإمارات أول ما بتوصل للإمارات وبتتكلم عن مباراة للنادي الأهلي سواء مباراة والدية أو مباراة في السوبر أو أي مباراة لازم تلاقيه موجود في الحدث بل بالعكس بيكون حارس جداً لأنه ينظم أي شيء متعلق لجمهاري النادي الأهلي أهلاوي بيحب الكيان أهلاوي ممكن وقته ووقت أسرته ووقت أولاده وحياته وشغله كله بيحطه في كفة ولما النادي الأهلي يكون موجود أو عنده حدث لازم يحضر مع النادي الأهلي وعشان كده لأن دايماً جمهور النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من الكيان وإحنا جزء من جماهير النادي الأهلي إحنا في البداية أسلاً كلنا مشجعين لازم كل واحد حتى لو بياخد من وقته ووقته شغله وأسرته حب النادي الأهلي لازم إحنا كمان وقتنا كله يكون مخصص له طبعاً كنا نحب نتكلم عنه وفي مناسبات مباراة السوبر وهو ما بيننا لكن القدر يعني كان كان في دور معين المهندس عماد قال حريص أن يكون موجود في القاهرة في التوقيت الحالي وطبعاً بينه عمر وبناته كان موجود في القاهرة وفي اسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية عشان يحضر مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي وهو حابب دايماً لما بيكون الأهلي عنده مباراة حاسمة وحساسة لازم بيكون موجود في ظهر النادي طبعاً صورته مع الكابتن محمود الخطيب وحديث كل أعضاء مجلس الإدارة وواجب التعزية ليه والأسرته بعد وفاته احنا بنتكلم على شخصية أهلوية كبيرة جداً زي ما انتوا شايفين عمدة مشجيع النادي الأهلي في الإمارات مهندس عماد كان من الناس اللي دايماً كل وقتها للنادي الأهلي ولما بيعرف أن فيه حد بس جاي من النادي الأهلي في الإمارات بيفض كل وقت عشان يكون موجود معاه أو يزلل أي عقبات حتى للمشجعين والجمعير عشان يحضروا حتى في استاد هزع أو في استاد نادي الجزيرة دايماً هيكون مهندس عماد محروس خليفة في زكرانا وهيكون موجود حاضر ما بيننا مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي بقرة أكيد ما بيننا مباراة الأهلي والزمالك في السوبر إن شاء الله هيكون ما بيننا ورسالة لابن عمر زي ما والدك كان دايماً ما بيننا وكان دايماً كل وقته مخصص للنادي الأهلي دايماً أنت هتكون ما بيننا ودايماً هيكون سؤالنا عليك لأن أنت جزء مننا وواحد مننا مهندس عماد محروس خليفة يعني واجب التعزيل للأسرة وللأولاد ولكل محبين وكل أصدقاء المهندس عماد بنقول لهم البقاء لله المهندس عماد واحد من محب الكيان ودايماً بإذن الله هيكون في زكرانا ودايماً هيكون على طول في بنا لأنه بالتأكيد واحد ضحى بوقته وبماله وفي كل شيء عشان يكون في ظهر النادي الأهلي وواجب علينا أنه هو يكون دايماً وفي كل اللحظات موجود ما بيننا ومعانا وبنسترجعه إن شاء الله وبنتكلم عن زكرياته ووجوده بإذن الله مع النادي الأهلي في كل المراحل خلال الفترة الجاية ومبارات السوبر جاية وفي ناس كده هتتكلم في التويد ده إن شاء الله